السلام عليكم مرحبا بكم في قناة طبخه وتبيره مع مانال صحة رمضاكم ربي يتقبل منه ومنكم ان شاء الله يجوز علينا بالصحة ويحنا اليوم حبيت نشارك معكم وصفة قلب اللوز وصفة اصلية تعزمان يعني بدون البن لا ما فيها لا البن لا غني لا فرينة وناجحة مياه بالمياه وبنينا بزاف نتمنى ان شاء الله الوصفة هذي تنال اعجابكم لا تنسوا تشاهدوا الفيديو للاخير وتضغطوا على اعجاب اذا عجبتكم الوصفة خليكم على المقادر وطريق تحضير فورجة ممتعة المكونات البسيطة اللي نحتاجها عندي هنا 500 جرام سميد اخشين كما راكم تشوف فيه خشين ووش كاين انا هنا خدمت صراحة بتاع الميزان لتاع الباكي مالغري يكون خشين بصح تحسوها رقيق ويجيكم شوية معجن من الأحسن تشيروا تاع الميزان او سبيسيال القلب اللوز نحن نخدم معه ب325 جرام 325 جرام سكر لانه الصينية عندي صغيرة الملح حرشة الملح من كترش بزاك اقل من نصف ملعقة ملح صغيرة نمزج هذه المكونات مع بعض كما تشوفون بعد نقول لكم الصينية التي نخدم بها هي 23-23 سنتيمتر المهمة بعد ما خلطوا ملح نجلب ليكستريت على المزهر يجب أن يكون مزهر صح لا يكون مزهر خفيف نبدأ نرش الخالط بالمزهر نبدأ بالمزهر كما نرش الطعام يشمخ في الطعام كل مرة نضيف مزهر ونخلط بيدي يجب أن يشمخ السميد نغطيه ونغطيه نغطيه ونخليه خمس ساعات يجب أن يكون مزهر هناك يجب أن يكون مزهر مزهر يجب أن يكون مزهر بخمس ساعات بعد ما مرت خمس ساعات سوف تشوفون نقوم بتشمخ سميخ بمزهر نحاول كفاش ان فتت هذا السميد ونفرغه في وعاء يكون كبيرة من الأحسن تبدوا من الأول في وعاء يكون كبيرة كما أحبيته نضيف الماء بطريقة العجن نحتاج ثلث كاس على زيت نضيف الماء بكف اليد نضيف الماء بطريقة زيت نضيف الماء والماء نضيف الماء والتسري نضيف الماء سوف نقوم بهاد العملية ونلمفه حتى نشكل كرة في يدي ونرميها في الهوان يعني نحركها في الهواء ما تتفتت ليش ورح تلاحظوا انه يبدأ يتعسل في يدكم يعني متخلوا حتى تفدق تفدقوا هاش يعني حتى تشمخواها بسه ما تبدأ تعسل في يدكم هنا نتوقف بالنسبة لهذه الخطوة تستعملوا البيتران لعجان الكهربائي وتختموا بقطعات الابالات ودرواها في السرعة الأولى ورقموا فيها في الماء وتخلطوا نجيب الصينية هذي لكم تشوفوا فيها الصينية اللي عندي انا قد كون بانترواسير بانترواسير بانترواعي 23 إلى 23 سنتيمتر مدهونة بالزيت ضروري تكون مدهونة بالزيت نفرغ فيها الخالط هذا وكما العادة يقول لك لا لا وهس اس اضغطوا بيتكم اضغطوا وقعوا واش تقدروا على بيتكم ومن المستحسن تشمخوا خيتكم بالزيت باش من بعد ما تلزق الكمش ديجا تكون اختمتوا بها وخالطة هو مع السل شوية بعد ما نضغط كامل نحط كامل نفس الارتفاع نجيب سفاتيول ولا نجيب مغرف ولا ونسجم كامل هذا السطح لازم يكون ليس باش ما يتشقق ليش من بعد لازم يكون ليس الفترة هذي اللي نكون انا ندلك فيها والاخرين نكون ليش شعلت الفرن من قبل على 200 دراجه الفرن الغازي كوزينيار عادية على 200 دراجه بالنسبة للفرن اللي يكون فنتيلي هذا لازم ديرو 180-190 دراجه لا تزدوش عليها باش ما يتحرق الكومش ويطيب بيان داخل المهم نرجع للقلب الوز دينا هنا راح نطراصي الحبات من قطعش للتحت نطراصي برق الكوكاو منحطوش طوك الكوكاو بعد ما يطيب كامل ونعسلوه نحطو الكوكاو باش ما يتحرق الناش تقدروا تديروه محشي بكوكاو ممكن تقدموه مباشرة بلا ما يكون محشي ونطيبوه في الفرن كما قلنا يكون سخون مقبل على 200 دراجه مدة 40-45 دقيقة قبل من هكا ما تقبلوش وقتاش نشعل عليها الفوق كي نشوف الأطراف تحمره بزاف يعني واللون بني غامق مش يشوفها شوية صفارة تشعلو لها هنا بعد ما طابل قلب اللوز ديالي انا نجي نسقيه بالشاربات شربت كما اي شاربت على قلب اللوز هنا عندي لترات على الماء انا حسقيها ممكن اقل من اللتر لكنتو ما كتحضروا حضروا اللتر تعال الماء مع 400 قرام سكر لترات على الماء مع 400 قرام سكر نحطهم على النار تغلي المدة بعد ما تغلي 4 ساعة نطفي النار ونضيف لها تقريبا فنجال سوف نضيف مغارف كبار تاليكستري لا تقريبا فنجال المهم نسقيها وهي سخونة وشربة تكون بردة يعني ليس دافية بردة تحضرها هي اللولة كائنة ملاحظة فقط كائن بزاف اللي يحضروا قلب اللوز ويسقيوه من فوق يدلهم قشرة يبصى هذه ليس معنى قلب اللوز تاك ليس معنى الشربات تحضروا من فورن يعني يتبدل من فورن الى فورن عادي كي اذا تشكلت قشرة يبصى من الفوق أنا صراحة في هذه التجربة لم تشكلت لي كامل هذه القشرة خليوا كاس من هذه الشربات خليوا كاس من هذه الشربات التي سقيا بها خليوا كاس على الطرف بعد ما تبرد كامل قلب اللوز غليوا هذه الشربات قعوشكين غليواهبية سقطتها ليلة كومبلي وفي الليل طيبة قطعتها 6 ساعات قطعت القلب قطعت القلب نتمنى ان شاء الله الوصفة لعجابكم اذا اعجبكم الفيديو اشتركوا مع اصدقائكم في مواقع التواصل اجتماعي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في صندوق الوصف مع باقي القياسات لكل صينية وش حال تحتاجوا سميت نقول لكم ساحة رمضانكم و الى لقاء الى فيديو جديد و وصفة جديدة باذن الله